ماذا يعلم الكتاب عن العبادة؟ أول سؤال أين نعبد؟ من خلال العهد الجديد ندرك أنه ليس المهم المكان في قصة في إنجيل يحنى الإصحاح الرابع تقابل يسوع المسيح مع امرأة سامرية وكان المسيح عطشان وقال لها أعطيني لأشرب قالت له كيف تطلب مني وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية لأن اليهود لا يعاملون السامريين يعني كان فيه عداء تاريخي بين اليهود والسامريين فالمسيح من احتياجه العطش الجسدي أظهر لها وكشف احتياجها الروحي للماء الحي وعندما أدركت أنها أمام شخصية عظيمة قالت ليسوع المسيح آباؤنا سجدوا في هذا الجبل يعني جبل جيرزيم اللي هو اليوم في نابلس وأنتم تقولون في أور شليم فطبعا كان جواب يسوع المسيح مش مهم المكان قال لها ليس في هذا الجبل ولا في أور شليم فاليهود كانوا يسجدون في الهيكل في أور شليم والسامريين كانوا بيسجدوا لالله على جبل جيرزيم وطبعا اليهود في جبل سهيون اللي هو ملاصق لجبل المريا اللي هو الهيكل فكان جواب المسيح الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا فإذا الله روح الله غير محدود بالزمن الله غير محدود في مكان الله مال السماوات والأرض وحاضر في كل مكان وزمان والله غير محدود في الزمن بتاعنا خارج عن طاق الزمن مع أنه يتعامل في الزمن الزمن الموجود في كوكب يسمى الكرة الأرضية فإذا بالنسبة للعبادة وضح المسيح للمرأة السامرية لا في هذا الجبل ولا في أور شليم ولكن العبادة الحقيقية هي عبادة بالروح ثم السؤال الثاني كيف نعبد قال لها يسوع بالروح والحق الحق كل ما هو يعني ضد كل ما هو باطل كل ما هو ضد مزيف كل ما هو ضلال أو يعني ليس بالرياء ولا بالكلام ولا باللسان أو مجرد كلام وترديد كلمات باطلة بدون التأثير وبدون الفعلية لكن بكل بساطة هي من خلال يسوع المسيح هو الحق يعني لأنه قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه يعني نعبد الله بالحق بالقداسة لأنه هو الطريق الوحيد لله وهو الخلاص الوحيد وهو أيضا الطريق الوحيد ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص فنعبد الله بالحق لأن يسوع هو الحق وهو الحق المطلق فإذا أردت أن تعرف الحق وتدرك الحق فتجده في يسوع فالمسيح هو مصدر الحق وهو مقياس هذا الحق وعندما نريد أن نعرف الحق لابد أن تصطدم بيسوع المسيح الذي هو الوحيد قال أنا هو الطريق والحق والحياة فإذا أحبائي نعبد الله من خلال الحق والحق هنا كمان الحق الكتابي كلامك هو حق فتعبد الله بالكلمة من كلمة الله ثم نعبد الله في الروح أي في الروح القدس يعمل الروح القدس في الإنسان يسكن في الإنسان عن طريق التجديد والخلاص ونصلي أن نمتلئ بالروح حتى لا نسلك بالجسد بل نسلك بالروح نمتلئ بالروح عندها ننقاد بروح الله نصلي بالروح لأننا لا نعلم لسنا نعلم ما نصلي لأجله بل الروح يشفع فينا يصلي فينا بأنات لا ينطق بها فإذن نحن نصلي بالروح نرنم بالروح تمييز الروح الحس الروحي السلوك الروحي نسلك بالروح وليس السلوك الجسد فلأن الله روح ينبغي أن تسجد للرب بالروح وهذا الروح هو عن طريق الامتلاء بروح الله القدس ابقوا معي أحبائي وواصل حديثي بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر